التوتر في العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي يستحوذ على الجانب الأكبر من مباحثات وزراء خارجية دول الاتحاد في بريكسل المباحثات بين الوزراء الأوروبيين ركزت على التدخل العسكري التركي في سوريا وخرق أنقرة قرار حضر الأسلحة في ليبيا ونقلها المرتزقة إلى هناك وتدخلها في كردستان العراق إضافة إلى نزاعات التنقيب عن الغاز مع اليونان وانخفاض معايير الديمقراطية في تركيا منذ عام 2016 والأزمة التي أحدثها تحويل متحف آية صوفية إلى مسجد تركيا ستكون أهم موضوع في جدول الأعمال العلاقة مع تركيا في الوقت الحالي ليست جيدة واعتقد أنها مباحثات ضرورية لبحث سبل التعامل مع هذه القضية تحديدا فيما يتعلق بليبيا وخرق حضر الأسلحة والتدخل في سيادة دولة أوروبية وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن تركيا تواصل محاولتها لابتزاز الاتحاد الأوروبي وفرض سياسة الأمر الواقع وانتهاك سيادة دول أعضاء فيه من جانبه أكد وزير الخارجية اليوناني أن إثينا تقدمت بطلبين للاتحاد الأوروبي لدراسة إمكانية اتخاذ إجراءات صارمة بحق تركيا ردا على انتهاكات حقوق التنقيب عن النفط في البحر المتوسط مؤكدا أن اليونان لن تقف مكتوفة الأيدي في حال عدم اتخاذ قرار أوروبي ومشددا على أن اليونان تحركت أيضا لفرض عقوبات على أنقرة بسبب قضية متحف آية صوفية لكن مسؤولا أوروبيا أكد أن مسألة اتخاذ إجراءات عقابية ضد تركيا ليست مدرجة بشكل رسمي في أجندة الاجتماع ولكن يحق لأي دولة طرح مسألة العقوبات كسبيلا لحل القضايا الخلافية مع تركيا وتقود فرنسا حملة ضد تركيا في الاتحاد الأوروبي بسبب عدة قضايا في حين طلب ديبلوماسيون أوروبيون بضرورة وقف المبيعات العسكرية لتركيا ودعوا إلى تهديدها بوقف مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد لوقف انتهاكاتها المتسارعة اشتركوا في القناة